وسهلاً أبو علي المهاجم النادي دلوقتي خلاص واضح إنه هو بيثبت أخدامه كمهاجم أساسي مين المهاجم التاني؟ أنا شايف كهرباء دلوقتي خلاص أنا شايف مودست بقى صعب جداً يعني مودست يعني ميجيوا عليها على مثل الفهم كبيرة جداً 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 ليه بقى؟ لا مش أنا معرفش يعني اللي جاب بمودست ده معلش في كلمة يعني لازم يتعاقب لأن إنت جاب واحد معلش يعني ستة وتلاتين سنة هيلعب معاك قد إيه؟ هتستفد منه في إيه؟ فأنا شايف إن مودست لأ يعني علامات تتفهم كبيرة جداً 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 أو اللعيبة فوروه موقع تقعد سبعة وتلاتين وتلاتين سنة كمان يلعب بس إنت إنت جايبه مبطل إنت جايبه هو يعني على ترانسفير ماركت لا على ترانسفير ماركت هو ما بيلعبش بقى له فترة لا 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 هو خلص الموسم مع دورتموند ومتعايتش معناه دي طباً فأنت جبته بعد نهاية الموسم طباً أنا عارفاك أمش بدافع هو مودست رأيي زي رأيك بالظبط مودست يعني لازم يمشي بس أقصد إنه أنا بحاول أحط نفسي مكان الناس اللي في الأهلي أو المديري الفني أنا جايب مهاجم فرنسي كان لسه بيلعب في أوروبا في الدول الألماني مع بروسيا دورتموند اللي كان لحد آخر لحظة السهل اللي فاتت كان بنفس الدولي مع باير مونيخ أنا هنا كسي بي أنا غلطت في إيه؟ ما غلطتش في حاجة طب أنا أنا مسلا دورتموندول مفروض إنهما إيه؟ تاني أقوى فرقة بعد باير مونيخ وباير مونيخ وباير مونيخ لا يعني السهل اللي فاتت كمان كان هو بعد باير مونيخ من الفرقة الأقوية جداً طبعاً الطبيعة جداً لما أنت المهاجم بتاعك وبيلعب أساسي وفي التوف فورما عندك أم بيمشي يروح فرقة أقل؟ أه أنا مكنش بيلعب أساسي في دورتموندول يعني حتى لو كده يعني أنت أنا أقول لك هنا في مصر في مصر العيب بيلع في النادي الأهلي وعند تلات تلاتين سنة ها هيمشي من الأهلي ألا أصبع عقد وخلص ومش هيكمل مش هروح نادي؟ هيروح نادي بس هو ساعتك أنا مش يكمل الأهلي عندي كم سنة؟ تلات تلات تلاتين سنة لعيب تفتلات أندية بعدها طبيعة جداً العيب اللي هو العيب الكبير اللي في الأندية الكبيرة ده بعد ما بتخلص لو أنت مستقاك في الأهلي مثلاً تسعين في المية ممكن تلاتي في فرق تلاتين دي ستين في المية عشان يتبقى مطلوب جداً والتموح مختلف التموح مختلف أنت في الأهلي عايز تاخد كل البطولات الفرق اللي هي في الوسط لا أنا عايز أعط في الدوري طيب ممكن سأعجل سؤال مش فيه لعيبة بتطلع من مصر هنا بتروح أوروبا بتبقى كويسة جداً في مصر هنا انا بتطلع في أوروبا ما بتتأقلمش بشكل كويس وبتلعبش بشكل كويس مش ممكن موديست يكون بس القصة كلها قصة التأقلم ما عرفش هتأقلم هنا لا بص انت بدنياً مش قادر عاديها مش بدفع عنه تاني لا لا بص لا لا مش هجاء الدفاع هو السيفي بتاعه كويسة كل حاجة بس انت انت ممكن واحد يبقى يعني مثلاً ويسامة أبو علي احنا بنتكلم عليه من قبل ما يجيب الجنو النهاردة انه هو مبشر وبيتحرك وبيجري صح موديست بحيث ان هو نازل في الملعب بحيث ان هو مش داري هو فين وبعدين ولا عنده لياقة ولا عنده ليونة ولا عنده اي مرونة في جسمه ولا اي حاجة تخليك تقول ان انت جاي بحد مبشر لكن ويسام دا بيخبط وبيتحرك وبيجري في ماتش مازين بهناك هد الدفاع انت موديست بحيث ان هو مش عارف هو فين تحيث ان هو جاي طب انا فين يا جماعة خلاص انا حيث ان هو جاي يعني علامتي تفهم عليها يا كبيرة جداً جداً معلش يعني انت كنت عايز تتعاقب مع مع اللعيب مازينبي اللي هو بيلعف في اندر لاختب برجيكي اللي هو كان الاهل تتعاقب معي اللي هو الصغير اسمه مش فاك لا متشابه دا كان لا مش اسمه متيابه اسمه لعيب جامد جداً فرويد رهيب ماشي طب انت الفلوس دي كنت يعني النادي بتاعكم ان طالب 3 مليون دولار او 4 مليون دولار ما كنت اتفهم في لعيب صغير واستفد بي هتستفد بيه 5-6-7 سنين كنت جايب واحد معلش يعني جد يعني هيلعب ازاي يعني هو الراجل بدانين مش قادر كما على جاكسون موليكا جاكسون موليكا موليكا دا انا لعبت عليه من الفراود دا المحترم جداً لعيب كورة وبتحرق كويس انت كنتممكن بالفلوس دي او اكتر شيئاً تتعاجب مع موليكا وهيفيدك يعني هيفيدك 5-6 سنين ه کر انه